صباح الخير نأتي إلى تدريب الثاني صفحة 43 مراجعة عامة لدروس الفصل الثاني طيب اقرأ النص الآتي ثم أجب عما يليه المربون الأولون قدموا لنا تقديما حسنا الصورة التي ينبغي فيها أن نؤديها لأطفالنا ولو جزء من حقوقهم وقد جعل الأصر الحديث تربية الأطفال علما قائما بذاته وفصل العلماء المختصون بالدخولة وسائل الإعداد التربوي السليم وفق مناهج علمية مدروسة ومدعومة بالبحث والتطبيق الشامل إذ غدت رعاية حقوق الطفل واجبا وطنيا وضرورة إنسانية سامية واحد استخرج من النص ألف مفعولا مطلقا طيب دائما مفعول مطلق قلنا أنه ماذا يكون منصوب وبالنفس حروف الفعل الذي يسبقه وهو يكون مصدر فنقول قدموا تقديما إذن تقديما بخبرا لمبتدأ طبعا هنا المربون هي المبتدأ طبعا قدموا هي الخبر هذه الجملة الفعلية إذن الخبر هي قدموا الجملة الفعلية في محر ورفع خبر للمبتدأ طيب نضيف أيضا لدينا اللي هي استخراجات أخرى طبعا هذه فقرة مهمة للاستخراجات فنقول مثلا نريد ضمير متصل في محل الجر فنقول هنا في كلمة لنا طبعا لا محرف جر ولا ضمير متصل في محل الجر بحرف الجر دائما قلنا ضمير متصل في محل الجر إما يكون بعد حرف جر أو يكون بعد إيش بعد الاسم تمام يكون مع الاسم يعني متصل به أو يكون متصل بحرف الجر طيب آآ الثانية اسم موصولا طبعا الاسم الموصول الذي والتي والدار والذين يعني التي يعني تدل على إيش يعني الاسم الموصول التي إيش طبعا كنتم قد أخذتموها سابقا نقول اسم موصول طبعا آآ التي هنا التي تمام طيب 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 استخرج أيضا آآ مضاف إليه مترور مضاف إليه مترور هنا ماذا وسائل الإعداد إذن الإعداد تمام هذه مضاف إليه مترور نعتم مدرورا طبعا هنا صفة لما قبلها طبعا مدرور حركتها الكسرة طيب نقول التربوي أو مدروسة تمام تصف ما قبلها اسم موصولا مدرورا طبعا يكون بعد حرف الجر بعد حرف العطف هناك حروف العطف ما هي و أو والف يعني هذه طيب هنا والتطبيق إذن التطبيق بعد حرف الواو حركته ماذا ألتر اسم معطوفا منصوبا طبعا بعد حرف عطف يكون منصوب بمعنى إيش حركة النصب هي الفتحة نقول ضرورة إذن هي معطوفة لما قبلها صحيح طيب وضرورة إنسانية إذن بعد حرف الواو طيب نعت منصوبا طبعا نعت حركته اللي هي الإعلامة العربية النصب نقول وطنيا هذه نعت أي صفة لما قبله منصوب وطنيا وإنسانية وسامية كلها هذه الصفات لما قبلها طبعا حركتها إيش الفتحة وهي النصب تمام علامتها العربية النصب يعني هذه من الازخراجات المهمة من هذه الفطرة السؤال الثاني الذي يقول نأتي السؤال الثاني الذي يقول ماذا أعرب ما تحته خط طيب الذي يقول أعرب ما تحته خط طبعا الذي تحته خط المربون طبعا المربون هنا ماذا نعربها نعربها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ماذا لأنه جمع مذكر سالم صحيح طيب هناك أيضا إعرابات أخرى نضيفها من هذه الفقرة طبعا نقول تقديما ماذا نعربها مفعل مطلع منصوب علامة نصبه الفتحة الضاجرة على آخره طيب أن نؤدية أن نقول هنا حرف نصب نؤدية نعربها فعل مطلع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الضاجرة على آخره تظهر على ديها صحيح الفتحة تظهر على ديها ولا تظهر الضمع والكسر عليها طيب إذن هنا علامة نصبه فتحة ظاهرة آخره الفاعل ضمير المستهر تقديره ماذا تقديره نحن وأنه نؤدية نحن طيب أيضا هناك تربية الأطفال طيب تربية هنا مباجأت مفعل به منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة آخره وهو مضاف الأطفال مضاف إلى مجرور وعلامة جره كسر ظاهرة آخره طبعا هكذا نعربها أيضا غدت غدت هنا ماذا فعل ماضم ابناء الفتح أتاء هنا تأتني في الساكنة ذا محل له من العراب رعاية أو رعاية رعاية فعل مباجأت فعل مباجأت فعله مضاف طبعا البعض مضاف إليه دائما طيب ما هي واجبا واجبا نقول هي مفعل به منصوب وعلى محصبه الفتحة ظاهرة على آخره نكمل في الحصة القادمة وشكرا